اشتركوا في القناة طيب اما هترجعي امتا؟ مش عارفة بس لو الدنيا كويسة مش هرجع تاني ايه مالك؟ مش عارفة قلبي تقبض مرة واحدة كده سامحي هو مين ده؟ مروان؟ اسمعي مني انا افهم في البناء ده مكتر مني خصوصا للرجالة انت اللي بتقولي كده؟ بعد كل اللي عملوا فيا؟ زي ما كل واحدة فينا عملت اللي عملتوا ورغم كده بتحب الناس اللي غلطت في حقها غلطت في حق نفسي رغم اني ما باكرهاش لما سبت كل الناس اللي انا بحبهم وجيت هنا كان عاصب عنك وانت قلتيلي كده؟ كان ممكن ادور علي حاجة تانية عملها بس انا كنت فاكرة اني بكبرهم يجوا يعيشوا جنبي ويقفوا جنبي غزبا عنهم قلتلك قبل كده انه كنت هعمل زي كونت حر بس كنت لوحدي مليتش حد يقف جنبي وعرفت اني انا اضعف من كده بكتير يعني اتمودي نفسك عشان تبقي قوية؟ لو كل واحدة فينا كانت قوية كانت عارفة تعيش حيطها صح بس احنا اضعف من كده بكتير انا هار عشان تعودت ان انا هار هسافر مع واحد عرفته ما عرفش ممكن يعمل معي ايه يمكن يطلع كويس يمكن يطلع وحش بس المهم هاجرب في حتة تاني اسمعي مني مروان طيب بس غبي معرفش يفرق بين اللي يزبط لابوه انه بيحبه وان الجدير بثقته وبين الحياة اللي لازم يعيشها فلسفة عليك شوية ضعي حبيبتي ولا اهمك اقولي كل اللي جواكي انا هسمعك السنين اللي فاتت دهيات انا بيت كل حاجة جواني يمكن من ساعة نبويا وامي ماتوا او من قبلي كده ما عرفش من ساعتها بيتش حاسي براحة رمضان ولا بالعيد والدوم الجديدة ولا بالعيد والدوم الجديدة من ساعت من ستسو حبيل قدامي طيب تدعي وعدادي وسلم اسمعي مني الدنيا قلبت كل حاجة فيني مش عارفين ايه الكويس والوحش والله زي ما بقولك كده انتي كويسة حبيبتي انا كويسة كويسة جدا جدا ام لائما واجي عادي خلي بالك مني تبت حذريني ولا ايه يعني تبينيش خايفة علي ولا حاجة وهي دي حاجة وحشة نا يا حادي مش حاجة وحشة السنة مش عارفة ليه يعني كده من جواي لسه مش قادر ارتحلي حاسة ان انتي وراكي مصيبة جاية تعملها والله انا كمان حاسة بكده ناحيتك بالزبط وعارفة كويس قوي انك مش طيقان بس خلينا نقول ان احنا في الاخر اخوات من امتى حبت لا ده غصب عننا مش بمزاجنا طيب بقولك ايه اخبار الستة الوالدة ايه اكيد مش مبسوطة واكيد بتحاول تنسى وتخرج ما اللي هي فيه طيب سؤال سخيف معلش ممكن؟ سخيف؟ لا يا هاببت خدي راحتك قولي اللي انتي عايزاها عمت انا متوقع منك اسخف حاجة في الدنيا هي زي ستة والدتك قدرت تقتل كده عادي ولا هيا متعودة؟ اولا ده الموضوع كمان ممكن يبقى وراسة يعني انا كمان ممكن اعمل زيها بالزبط مع اي حد ما عندوش دم بس بحاول امسك نفسي خلي بالك بقى ما خلي يا باني ما تخافيش هاتي 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 سيبيها سيبيها هاتي المفتاح اه 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 انا عمري في حياتي ما كنت مبسوط زي النهاردة مع اني روحت الغرداء دي مليون مرة انا مبسوطة قوي ان انت مبسوط وانا بحبك وانا كمان اكتر بكتير بس انا عايز اقولك على حاجة قولي انا كلمت الدكتور محمد وحددت معادي لعمل ايه من غير ولا كلمة عشان خاطري وكمان من هنا ورايح انت ملكي على فكرة ومش ملكة نفسك وتسمع كلمي انا وبس بس انا خايف من ايه خايف لموت انت اللي تقول كده انت دكتور يعني وعرف ان العملية دي بسيطة وسهلة قوي خوفي من الموت ملوش علاقة بالعملية وانا حبي ليك مرتبط بالعملية ايوة على فكرة انا مش عايز اشوفك وانت بتتقلم وزعلين ومتدايق عايزك تبقى مبسوط عايزك تبقى دايما مبسوط عايزك تشير موضوع المرض ده من دماغك تماما وده مش هيحصل غلى وعملت العملية طب خلاص انا هكلم محمد علشان هنشوف المتبر اه لا يعني انا عارف ان انت لو شفت المتبرعة دلوقتي هيصعب عليك واتكرر ان انت اصلا مش عايز تعمل عملية خلاص انت بستعجل على ايه يعني هتشوف يوم العملية وخلاص طيب ممكن اطلب منك طلب اي حاجة ممكن منتكلمش في الموضوع دلوقتي ازاي بس احنا بكرة الصبح هننزل نروح المستشفى عشان نرتب كل حاجة احبك انا كمي وعملت ايه في اللي قلتلك عليه كله زي ما حضرتك عمرت كله تماما ماشا انا عايز البلد كلها تدعي لي يا باشا اعتبر البلد كلها في عبك لا انا مش عايزة في عبك انا عايزة ترفع اديها للسمع كده وتدعي ان ربنا يحميني ايه مين دي يا باشا؟ البلد اه البلد اعايز اكبر راس في البلد دي انت في ايديك كده هو اوامرك يا باشا يالله طي الله حصل لهاك كان لازم تزحلق في الحمام ماذا؟ محمد الله لك يا باشا باشا مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا اهلا مين دي يا باشا؟ بالتاريخ يا باشا تاريخ يا باشا اهلا وسهلا اهلا بك سوريا قوي لو كنت جيت من غير معايا لا فاندم ده حضرتك تشرافي في اي وقت اتفضلي سهلا مش سيقب اتفضلي ساعتك مرسي نافي جنينة احسن اه زي ما تحب اتفضلي هنا كويس؟ انت عايزه لا التاريخ يجب ان يوضح في احسن حتة عين اتفضلي مرسي مرسي اتفضلي ساعتك مرسي مرسي تحب تشراوي ايها؟ اه اعملي اه هتكلمين انا؟ اه اعملي اه اعملي اه اعمل لها اه انت مش تقول انها تاريخي اعمل لها با اخوة اعمل لها با اخوة تاريخ يا باشا حاضر تحت امرك اهلا بيك فاندم ازعلان منك يا باشا اذا انا ادفل نفسي بالحيا لو ازع على الواحدة زي ساعتك انما يعني هو المؤاخذة احنا نعرف بعد قبل كده محوة ده اللي مزع عني مني ازاي ما نعرفش بعد انت ازاي ما حاولتش تتاصل بيا طول الفترة دي اه صحيح لا في دي عندك حق اوعكم ما تعرفنيش لا 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 ازعل منك قوي قوي لو ما تعرفنيش ازاي فاندم هو حد ما عرفش طريقي ده احنا حتى درسناك وحنا صغارين دمك خفيف الله يخلي انا اعرف ايطن كويس اوي ايطن؟ ايطن ما ابنت خالي مبقيت ليش بتعرف؟ انا مفيش فستان لبستك الا لو كان من تصميم شركة ايطن انا حت عرف سامير جزء امها كويس قوي كنا اسحاب قوي وحباي حتى أمها عرفها تناتصد لطيفة أستغبية ام ايف دي فعلى الانع流حة ايطن جاتلي وتكلمتنا وهي عشان كده أنا جيت لك واضح إنك حد شاطر قوي قوي فاهم الدنيا كويس وعارف إزاي تستغيلي الفرص الأهم من ده كل إن الدنيا دي مقسومة نصية نص عايز يشتري الجسم والنص التاني بيلبس الجسم واضح إنك إنت قررت إنك تكون من نص الأولين صح؟ لا أنا قررت أكون المصنع اللي بيصنع الجسم دا حكتني طيب اسمع بقى يا شاطف المصنع ده له صاحب بردو لأ المصنع ده له مدير ومدير بيتغير أنا بقى أكون صاحب المصنع اللي هيغير المدير ويعين لعلى هوايا انت كده هتعادي ناس كتير قوي عادي مش مهم اللي بيحضر العفريد بيعرف إصرفه أو يلبسه مطلعه صعب نعمل له ظهر بقولك إيه من هجيب لك التلام كده من الآخر اسمع يا شاطف انت كفية عليك قوي لحد كده مش مسموح لك إنك تكبر أكتر من كده وبعدين يعني ممكن نسيبك تلعب في الترك بتاعك عشان تعرف قد إيه إحنا كورما طب ما أنا عندي كلام تاني إن اللي مش هيجري معايا في الترك بتاعي مش هلقي مكان يعط فيه بذير دكتة الاحتياطي القاهوة يا هالي إيه ده؟ أعمل هالي بنفسك؟ يا سلام ده شرف ليه يا فاندة؟ مرسي يا عزت بقولك يا أبو كارما أقمر يا كبير عارف أنت يا أبو كارما البرامج المدفعة للأجر دي؟ يعني إيه؟ يعني مش ما أقوله واحد زي رجل أعمال مهم في البلد صاحب أكبر حزب سياسي ما نطلعش في التلفزيون آه قصد ساعتك يعني عايز برنامج سياسي؟ أعوذ بالله سياسة إيه واجه عال بإيه؟ أمان إيه ماشا أنا عايز البرامج اللي هي بيطلعوا يا عاياتي فيها دي آه عايز عايز شوية يا بو كارما عايز أصعب عن ناس عايز الناس تحبني وتدعيلي ها؟ عايز يا تخونا عايز يا تخونا عايز حبيبة بحمة حبيبة بو كارما مبروك ألف مبروك الله يبارك فيدي أنا قلت أول واحدة لازم تشوفني وقف على رجلي هو أنت أنا بجد مبسوطة قوي وأنا كمان عندي ليك خبر مهم جدا إيه؟ أنا شغلت هنا في الشركة أنا استهمك مين؟ إخوات خليل الله إيه؟ ده أنا كنت فاكرة أنك هتبقي مبسوطة أنا فعلا مبسوطة بس مستغرب شوية ليه؟ هو أنت فاكرة أني كنت اللي وحدك اللي جدعو ولا إيه؟ لا طبعا فيه ناس أجدع مني بكتير لا غير صحيح أنا عمري ما شفت لا في طموحك ولا في جدعانتك طيب، أنت دلوقتي بقيت كويس استلم بقى الشركة بتاعتك وحل عن دمالي اللي أنت بتقولي ده؟ اللي أنت سمعته لا أنسي، اسمعي أنت من هنا ورايح هتبقي المديرة المسؤولة عن الشركة دي كلها لا ماينفعش أنا عندي شغلي خاص أنا قلت لك سي بشغلي كم هنا طب إزاي أدير هنا؟ وأنا بعمل شركة خاصة لي ماينفعش كده هنبقى أعداء منفسين لبعد في السوق وليه ما نبقاش كيان واحد بس؟ ماينفعش ليه ماينفعش؟ عشان أنت بقى كيان كبير قوي وأنا لسه يا دوب بحبي وعشان أندمج مع كيان لازم يبقى قدي أو أصغر مني عشان مايرفعش عينه فيي مين ده اللي يقدر؟ بقولك إيه؟ تحل بقى عندماكي؟ وأنا قلت لي كنسي؟ أنا بجد بشكرك على وقوفك جنبي أنا برضو اللي ويفت جنبك ومال أنا أقول إيه؟ أصلك مش فاهم أنت مدتلي إيدك وأنا كنت بدور على أي حد يساعدني وأنت ويفت جنبي وأنا عاجزها تبالغ وأنت بتهرابي يا مونة أنا هرياحك أنا عمر محبيت مروة ولا فكرت في لحظة أني أحبها أنا كل اللي كنت عايزه منها إنها توافقة اللي أنا عايزه منها وبس أنا أنا بحبك أنا مش عايز أسمع أين رد دلوقتي أنا عايزك تسمع منك كلمتين دول وتعيشي حياتك عاد بس أرجوكي أرجوكي ما تبعديش ها يا مونة أنا لما فكرت في ليه أنا بحبك بالتحديد ما لقيتش أي سبب واضح غير إني بحبك وبس أنت عارفة لو كان في حاجة معينة كنت قلت إن الحاجة دي نقصاني وأول ما امتلكها خلاص الحب ده هيروح من الآخر أنا كل اللي بشوفك بحس أني بشوفك الدنيا اللي تمنيت إن عايشها ولسه الغاية دلوقتي ما اشتهيش صباح الفل ده الموسم كله قدامك بين إيديك فاتم الآخر أنا هدي لك كل التصميمات اللي هيتراحها في السوق الموسم اللي جاي وهنخلي المصانع تنتج لنا نفس الشغل ده بإسمنا وعليه تيكت بتاعنا وننزله للعملة وهعرفك على أكبر مديرين المحلات اللي موجودة في السوق نغرق السوق قبل ما هو ينزل شغله أفهم من كده بقى أنا مفيش حد أشتري منه لأن الموديلات اللي عنده هي اللي عندنا بس الفرق إن إحنا هننزلها بدري عام في السوق وبسهلها أقل الله ينور عليك لا أنا ما بحبش النظرة دي أنا أشوف اللي يشرعي مية في المية طب يلا توكل على الله عشان أنا عندي معاد مهم دلوقتي إيه ده فجأة كده؟ أه طبعا عن إذنك إزاموا عليكم لا والله العظيم ده كده كتير ده كده كتير جدا هي الدنيا مش هتبطل لللي بتعملوا معنا ده ولا إيه؟ حاجة سخيفة يلا عيب والله يعيب أهلا تiędzy زك ماشا زك مزاف بيك زي بنور دينا في إطاغ بالراشن ايه… تشغلك كده مبسوط أول مهار Go اللي يشوف سعادتك لازم نبقى زي الفุ طيب قولي الشغلة عامت такого هنا على ح جسك آه بشها بنحق كتين عارف فوك كنت عادتك في موضوع مهم وبيني وبينك أنا قلت يعني عزمك على الر chill حجة ولل حاجة بس قلت أن المكان هنا في مكتبك هو أحسن مكان يا باشا المكان اللي سيادتك تشاور عليه أنا راه من شرط القضايا الغديمة عايزين نفتحها تاني ونتكلم عن اللي حصل ونقول انت قديت ظلمت وان اللي ظلمك دلوقتي بياخد جزاقه في السجن وقبل ما تسألني عن السبب أنا هاجي معاك دغري زينة بتبقى والدة آيتي اللي هي قريب تحمد يعني باختصار كده الجريمة كلها متصلة بالعيلة انت فاهمني طبعا اه طبعا باشا وانا كنت عارف ان انت كنت قديت فترة كده في الحارة اللي منها احمد فعلا طيب مش هتقول لي بقى مين هناك يقدر يفيدنا اه قفيدك فيه بالظبط باشا هقولك انا احمد بقى شخصية مزعجة جدا واللي انا بعمله ده صدقني انا بعمله لمصلحته اكتر مما تتخيل ام شوفها باشا قل لي بالظبط وبصراحة انت عاوز ايه وانا يكون معاك عالموجة مية مية شوفها عبدالله انا اكلمك بصراحة احنا لو عايزين نسجن احمد ده في لحظة هنسجنه بس احنا ناس محترمة بنحب ورقنا يبقى رسمي بنحب نقدم المستندات والبراهين عشان لما يقع ما تبقلوش قومة طب ايه رأى كباشا انا عندي اللي يفيدك في الموضانة اهدى علي لم ان قل اهدى تمام موهين ما عايز أتكلمات يعني حكاية خلصت على كده ولا ايه؟ لا هي خارجة على زمة القضية شوفوا حضرتك احنا اعتمدنا على ان التقرير اللي مكتوب بيقول انه خد دوا مسحوب من السوق بعد التداود وده طبعا صالح والدتك لان الدوا مكتوب على رشدة من الرشدات الخاصة بيه وبكده احنا نقدر نثبت انها كانت بتفديله الدوا بشكل طبيعي وبحسنيني يعني كده براق مقدرش اقول لك ايه اللي ممكن يحصل دلوقتي نستخرجها على زمة القضية معناه ان احنا ماشيين صح طب تفضل علي يا لول علي ايه انا يا حبيبي ايه 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 حبيبي ما حشتني انا ما نمتش من المبارح لحد ما اتطمنت وتلعي من المتبعات ده حلم عمري والله ايه اللي حلم عمري يا حبيبي باقولك ايه انا عايزة سفر كنت لسه هقولك كده اه بس بس هتسافر امتى؟ دلوقتي لو عايزها لا انا محتاجة شوية وقت كده عشان ازبط حالي واقول لخويتي سمر انا مش عايز اصرف حياتي خصوصا حياتي معاكي انا بحبك وحب ليكي مش بجرد ارتباط لا ده حياة كاملة انت ايه خليك تقول كده؟ مش عارف حاسس كده انك متضايقة انك انك مخبية حاجة عني انا مش عارف اقولك ايه قولي اتكلمي انا عايزك معي في منتهى الصراحة ما انت عارف ان انا ولمار كنا اصحامي اذا كان موضوع المار ده انسيه خالص مش عايز اي حاجة تأسرع لحياتنا مع بعض انا بحبك وعايز اعيش معاكي دي الحاجة الوحيدة اللي عايزك تحطيها في دمارك وتفهميها اي حاجة بعد كده انا حقدر احلها اوكي؟ حبيبي مرسي Raw! اوه이 righteousness اوهي مش عارف اقولك ايه هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه أهلاً يا مرضي إيه أهلاً دي؟ أعودي بس خلينا نتكلم أعودي إيه مولتليش عملتي إيه؟ تفضل أول مقالة ليا كويس أول هل تقراها؟ آه آه طبعاً أعراه بس لازم نتفع الأول نتفع على إيه؟ نتفع على الجواز أما هو ده وقته؟ آه طبعاً وقته ونص كمان أصلي بيني وبينك أنا لما بطلب حاجة من حد الحد ده لو اتأخر عليك في الإجابة بتدايق وبتنرفز ودماغي بتودييني الحاجات تانية وحشة كتير أيوة جيبة استقرار الجواز من الصعب إن أنا أخذه بسهولة دي؟ النهار دي؟ نعم آه إيه المشكلة؟ ياه ده أنا كنت متخاني إنك هتبلي مبسوطة وفرحانة في الحقيقة أنا وجيبة ولا مستنية تاخدي رأيي يا أحمد الأول؟ أحمد؟ أحمد مين؟ لا طبعاً أوه أحمد ابن عمتي قال لكن مش للدرجات دي يعني منهوش كلمة علي طب ما تروحي تقوليه لواجيه عرض عليك الجواز شوفي كده هيقولك إيه؟ والله العظيم هيقولك تجوزين إخس إخس كنتش متخاني إن في بنت جميلة وزكية زيك كده عايل زي أحمد يضحك عليها بالسهولة دي أنا فكرة أنت فاهمه غلط لا أنا فاهم صح وصح قوي كمان أقولك على حاجة كل خطوة بتعمليها بيديني هنا لحد المكن بس عادي أنا ما عنديش مشكلة أنا بقول إن أنت بنت طموحة وعايزة تعيشي وعايزة دنيا كلها ما بين إيديك ويمكن عيشتك في الحارة هي اللي مؤثر عليك بس مفيش مشكلة عامل لك عقدة يعني أنا برضو مقدر لأن أنا بدأت زيك كده من الصفر عملت كل حاجة عشان أوصل للي أنا فيه فأنا مقدر قوي إن أنت خايفة تخساري كل حاجة عملت ليه مال بقولك أنت فاهمني غلط أقولك على حاجة انزلي من هنا وروحي لأحمد قولي له وريع عايز يتجوزني ومصمم والنهاردة وأنا مش حافة تصرف إزاي وشوفي كده رد فعله هيبقى إيه أنا كنت مصمم إن أنا مفتحش قلبي لأي حد مهما كان لكن معاك إنت أنا فتحت قلبي ولو إحساسي بيكي طلع غلط أنا مش هفتح قلبي لأي حد تاني مهما كان ممكن على الملف ده ولا المقال ده أنا هقراه وأكيد يعني هيبقى ناقص حاجة كده ولا كده أنا مش هبخل عليك بخبرته بس مش هينزل لما استنى منك رد يا قا يا لأ تفضلي تقدر تمشي دي الوقت أما أحمد ده بقى فعلو كارت تاني خالص بس تستنيني سلام وحش ديدي وانت كده هتخليني اتعذب واحتار مالو عشان تحسي باللي انا هسس بيه الله اه حلوة او رواية دي اسمعي وانا قررت ان انا ترجمها اه بس خلي بالك النوع ده من الروايات بيحتاج لترجمة خاصة جدا فيه عيب كبير بيقع في المترجمين اللي بيترجموا روايات الأدبية دي بيترجموها ترجمة حرفية والقارئ بيتدايق من الاسلوب ده خصوصا بقى لو فيه حد حديث العهد بالقراية لو وقت في ايد رواية من دي مش هيفكر يقرأ بيه طب وانت رأيك ايه؟ انا رأي ان انت تقري القصة كويس اوي وتفهميها وتفهمي ما وراء السطور والمعاني الورى الجمل والترجميها ترجمة سهلة وبسيطة وجميلة زي كبا فالقارئ يفهمها بسرعة انت لغز كبير كبير اوي لا لغز كبير ولا حاجة بالعكس انا سهلة اوي وبسيط اوي وبحبك اوي 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 طب و بعدين ولا قبلين انا بصراحة مش قادر ابعد عنك اكتر من كده وعايز عايش معاك لعمر كله واي حاجة انت عايزها انا هحققه لك على طول تصدقين يا كاميليا انا عمري ما حسيت الاحساس ده قبل كده تدركت ان انا مستغربي اه والله انت عارفة انا لما كنت بشوف واحد بيحب واحدة وقاعد سرحان وبيفكر اقول ايه الغبي ده اوانا دلوقتي بقت الغبي ده كاميليا احنا عايزين نعيش مع بعض العمر كله ونكسب من الزمن احسن ما فيه ماشي ونكسب من الزمن امى مره وانا قلت ايجي و اقولك تقولي لي ايه مره وانتي مش معي و اقولك متحا تقلم وانا هو عايز اتجوز هو انتي ناس يا نوكن عايز اتجوزك انتي هو ايه اصله ده هو انتي مش اختها هي وانا زي تعمل معك كده و تاخده منك وانتي حبيتي قبل كده لا اطبعا انا لازم امشي وابقى اكلمك مروه وانتي هتعمل ايفنا انا قلتلك عليك اكلمك بعدين هو ايه اللي بعدين مروه شو 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 انت اصلت 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 انتي اخبت اصلت شو اصلت شكرا